الشرط الثالث ديكت في الياديا اللي فين مشيتي وفين جيتي ما عندي ما ندير بيها والحرية ديالي تبقى بحال اللول قال موافق ودابا نوبتي قلت لي كيفاش نوبتك را غير العروسة اللي كيكونوا عندها الشروط وهو يقول لا علاش بغيتي المساوات اذا خستها تكون في كل شي ايوالا لا احتى انا من حقي نشرط قلت ايش من مساوات اصلا انا اللي كنخدم قال دابا من هاتشي كامل خليني نقوله وإلى ما عجبوكش كي ناشي حاجة سميتها التفاوض قلت اوكي زيدا نشوف قال الشرط اللول عمرك تشوفي ولا تفكري في شي راجل من غيري اضحكت وقلت له فهادي غير كون هاني لان تلا غيرك شاف اياه وبحالي تقلق مني قلت زعمها غير كون هاني موافقة وهو يقول الشرط التاني كوني صريحة معايا اي حاجة عجباتك او لمع عجباتكش قوليها واخا ما تعجبنيش وانا غندير نفس الشي قلت واو الشروط ديالك زوينين موافقة وهو يقول هاد شي اللي كاي ندابا بلا ما نضيعوا الوقت حبيبة ناد واعطاني ايدو زع ما نشد فيه خليته ومشيت وتبعني من لور كيدحك ومن اللي مشينا عند العدول وصوهوا هني قلت له موافقة سيدي ما زال ما مطيقاش بلي درتها وتزوجت به وما زالة كانت تفكر شوفات ديال العدول فاش قلنا ليه جايين نتزوجه كان غادي جيه نازيف داخلي ملقينا الصعوبة حيث ويل زع مراجلي جديد عنده جنسية مغربية ويليام توت هادي هي سميتو وفاش ركبنا في الطموبيل قال ويل مبروك علينا طرق كاملة وحنا ساكتين شوية جاتني ديك الحالة ديال الضحك اللي كتجيني مرة مرة وهو يقول ويل مالكي تاني قلت ويلو ما بغيتينيش نضحك هجروا لي يا أخوي قال لا ماشي هاكدك وخانا كاملاش جوزي مهنات باش كنعرفك ولكن عارف باللي فاش كتتحكي هاكده القضية فيها إنا قلت لي لا لا غير كنشوف هاد الحماق اللي كنديره هز لي يا إيدي وباسها بلا ما يعطيني الوقت من تردد جريت إيدي بالجهد وضربته مع الباب ديال الطموبيل قلت لي أش قلنا وهو يقول أش قلنا كيفاش قلت نسيتي قلت ليك ما تقيسنيش وهو يقول هادي غير ديال الصداقة ماشي شي حاجة قلت شوف فيها مزيان آخر مرة تديرها ولا غادي تبات في الصنقة وهو يبدأ كيدحك قلت لي غادي نمشي والدار قال مه إلا بغيتي قلت له راه هادا ماشي سؤال خليني نكمل غا نمشي والدار ياك ومن بعد غا نجمح وايشي وغادي توصلني لمحطة شاف فيه وخرج عينيه وخنزر قال وعلاش بالسلامة قلت لي غادي ندوز شهر العسل قال كيفاش فين غا نمشي قلت قول فين غا نمشي حيط غا دابو حدي قال كتضحكي عليا ياك قلت لا والله هي لمنيتي ماشي شهر العسل غير كانت حك مهاك راه هادي العطلة غادي ندوزها في دارنا إلا ما مشيتش غا دا تقتلني ماما تلت شهور ما شفتهم قال وأنا قلت ليه ما لك انت قال ليه غا دا تخليني بوحدي قلت ما لك تخاف وهو يقول آه كان خاف في الليل وانا نقول له را العساس كيبقى في الليل إلا خفتين زل عندوي ونسك قلت هوا نحاب ستضحك وهو يقول شنو ما العساس غا دي نعس معايا اصدمني ناري على هدرك يقول عمرش حد هدر معايا بحل هكده حشمني كان علي نزيد واحد الشرط نقول ليه فيه ما يهدرش معايا بهذا الطريقة زي زافونة صافي باركة ما خاسنيش نفكر هكا قلت دابة وش غا توصلني ولا نقولها لردوان وهاد المرة دور البولون بالجهد ووقف في الطريق قال شكون ردوان غوة عليا بالجهد اخلعني ما يحسابش ليه غا دي تعصب لهذا الدرجة وحنا واقفين في الطريق والطموبيلات كيكلاكسوني وهو ما باغيش يتحرك قال جاوبيني شكون ردوان آي شداني والله هي لندبت يلا طيب قلت له ولد خالي وهو يقول واش بينك وبينه علاش يوصلك جاوبي مالكي ثاكتا قلت له والي باركة من لغوات وتحرك شوف الناس كيشوفوا فينا والله ما بيناتنا شي حاجة أصلاً نقره مزوج كدبت عليه بطبيعة الحال ودمار الطموبيل والطريق كاملة كيشوف قدامه ومقال حتى كلمة وصلنا للدار وانا كنقول صافي غدا نرتاح شوية نبعد واحد استيمانا حياتي كانت من قبل رتيبة اللي نديره اليوم نديره غدا حتى ادخل لها هاد الوين هاد شي اللي درت مؤخراً كله جديد عليها ولكن باللاتي أنا عمره مزوجة دابا ما زال ما استوعبت جمعت لي فاليد وحطيتهم فوق الناموسية وانا كنقول زي زافونا انتي ما غد توحشيش وانا نقول لا انا ما غد توحشوش كنحاودها ونقولها فراسي انا ما غد توحشوش حتى ادخل البيت وانا نقوله انا ما غد توحشكش خاسني ندير الترويد يمكن من قبل كنت كنقول اللي كنفكر فيه ولكن دابا واللي تكنقولش حويج ما خاسنيش نقولها بقاك يشوف وهزلي فاليد بلا ما يهدر معايا وخرش باينا باقي مقلق على قضية ردوان اصلاً ما عندوش على شي تقلق انا ما درت وعلي وما منحقوش يتصرف حكدا شنو زعمة غيره بلادي ويل كي غير زعمة طيق باللي مزوجين ديال بالصح كون كان شي حد اخر كون قلت ليه شروب لبحان ولكن ما بغيتش نمشي ونخليه مقلق شنو زعمة نمشي نحذره اخر مرة حذرت شي حد كنت في التاسعة فاشت خاسمت مع أختي وقالت ليه باللي غتقول بابا وماما باللي سافرت لوجده بالاخبارهم اه بس طح سافرت ورجعت ضغيه نمشيت غير مع أصحاباتي ولكن ما درت حتاشي حاجة خايبة وحذرتها وبقيت كنبوس ونعنق بيها وعطيتها الفلوس وندامت شي نهار الرجع منها حقي اللي طاع دابا خلينا منها شنو زعمة نمشي نحصره حليت الباب ومشيت لستالون بشوية باش ما يحش بيه كان جالس وكيلعب في التليفون ديال ما حش بيه فاش دخلت وخنقول ما غنتوحشوش غنتوحشو صداعوها درتول خاوية وبلما نعرف شنو كان ديه مشيت كنجري لعندو وقلست حداهو عن نقطو ما زال ما طيقت باللي درت هادشي يمكننا احترج ليت عداو من فمي هو تفاجأ ما عرفت شنو غيفكر دابا ولكن را غير محاهدة صلح هادي بلا ما يمشي بالول شي حاجة اخرى اول مرة كنشم ريحة بحال هاديك الرحة اللي فيه كانت ريحة زوينة بزدهف هو ما تحركش وانا نقول له صافي سمح لي قال علاش غادي نسمح ليك قلت ليه لا علادك شديا لطموبيل وهو يقول ما فهمتش علادك شديا لطموبيل واش كيتفل علي هادا بعد من صدرو شفت فيه وقلت له نسيتي فاش قلت ليك واش غادي توصلني او لا قاطعني وقال لا ما نسيتش ولكن قلت ليه ما بيناتكم وعلو لا قلت تاسم ليه وانا نقول له يلا غن تعطله مشينا لبيته هو يقول زي زفون واش انتي راح له قلت له شنو علاج وهو يقول ايش هاد الشي كامل الدار كلها هزيتيها قلت لي هاد الشي را غادي نحتاجه كامل اديت معايا حوايجي والكتوبة دياولي والكادوات لعائلتي ما زال غير بابا اللي ما شريت ليه والو ولكن حتى نوصل ان شاء الله ونشري ليه من تمام وخاص ليه ابقيت تابعه وكنشرح ليه شي حوايج اللي ما عنده ما يدير بهون دار الباقاج في الكوفر واللي بقى داره اللو في الطموبيل وركبناه قلت ليه شنو غا تبقى دير قال والو وانا نقول له كيفاش والو قال والو هي والو قلت ليه ما مقلقش مني حيت غادي نخليك بوحدك قال ليه لا كان كي يحضر عادي ما عرفت شواش منيته ولا كيخبي عليا قلت ليه شوف تقلق ولا ما تقلقش انا راه ما يمكنش ما نمشيش وهو يقول وشكون قال ليك ما تمشيش قلت ليه صافي صافي غير سوق وسقط وانا نقول له ايجي فين غادي قال كيفاش فين غادي قلت هادي مشي طريق لمحطة قال عرفت وانا نقول له شوف ايلك انتي كتفل عليا انا راه ما عنديش الوقت اللي نضيعه راه ما كلفت اللاجة وكل شي كايين في الدار ايلا ما بغيتيش تبقى صير في حالك ما تعرفني ما نعرفك قال علاش ما بغياش تمشي لداركو هاد البورودة ديال اعصاب باش كيحدر غادي ترتق لي المرارة قلت ليه فين غادي دابا وهو يقول ايلا شافني شي حد في العمارة شنو نقول له قلت ليه علاش كتبدل الهضرة قال ليه لا غير بغيت نعرف وانا نقول ليهم نقول ليهم عمي قل ليه فين غادي بلا ما يجاوبني عرفت طريق المطار هادي وكيبين من هنا قلت اللا راه كان خاف من الطيارات وهو يقول وشكون قال ليك رك غا تركبيه في طيارة قلت وعليش جايبني للمطار وهو يقول غير زع ما قلت نطوله الطريق وشاف فيه وبتازل فاش شافني ما فياش الضحكة وما عندي منين تدوزلية اعطاني شي وراقه قال غير كان تحك معا رحلة سعيدة قلت ليه منين جاوك الفلوس قال يا قلت ليك لكاغ تبون كاغ وانا نقول له شحال فيها من مليار ما جاوبنيش ونزلنا وهز الباقاش قال ليه ما غاداش تقولي ليه بسلامة قلت له بسلامة وهو يقول زع ما بشي طريقة اخرى قلت له غوفواغ وهو يقول زي زفونا را كيفاها مش نقصت قلت شوف ردكش اللي وقع قبيلة ما عرفتش كيفاش يلا دا بخسني لمشي وهو يقول اللي بغيتي قلت ليه بسلامة عليك وهو يقول ليه تهلاي في راسك ومشيت نيشها للطيارة والدرجة اللولة ما زال كون غير عطاني دوك الفلوس كنت نبيع بطو موبيل ونزيدهم على فلوسها ونشري واحدة جديدة قلست في بلاستي وبيل ليه هيت شي زوين قلست في بلاستي وطرق كلها وانا كنفكر في دارنا كنت سنة غير اين تنوصل وصلت لدارنا وفرحوا بي يبزا اختي مالاك صغيرة كانت غدا تطير بالفرحة جابت لي يا جاع نونوسات المونيكات ديالها جدا شحال صعيبة تكوني ساكنة بعيدة على عائلتك وفي الليل ادخلت لبيتي واتكيت فوق الناموسية وقلت دابة خاصني نفكر جديا في هادشي ليدات واش ندمت ما عرفتش شنو اللي خلاني نزوج بيه ما عرفتش شكون هو بالنسبة ليه ما عرفتش كيفاش غنواجه عائلتي باللي رانيت دوجت سهلة نقولها غادي تصدموا غاي حساب ليهم غير درتشي كرش بالاخبارهم او لما بقيتش بنت دكشي علاج درت هنك اف صابي خاص لي ندعس وما نفكر فوانه نسع لي يا هادشي حاولت ندعس وما قدرتش وخعي ياهنا شوية سمعت التليفون جاني ميساج كانت الوحدة ديال الليل فتحته ولقيت حبيبة او يدي شكون يكون زعمى هو وشكون عطاه نمرتي اصلا داينة هو غير من هديك حبيبة ولكن باللات دابا فاش عرفت نقطة الضعفة دياله غدا نتعقل منه حيت رولي يا حياتي دابا هو اغلين وما دايرش صورة وانا نكتبله حمزة هاد انت اغبرتيها لحفريد علاش بدلتين نمره عجبني الحال وصيفرته شافو ما جاوبش وفرحت حيت بيناتنا شحان من كيلومتر ما يقدر يدير لي يا والي باقي اون لي وانا نكتبله ماشي حمزة هاد حميد يا قلت ليك عطيني بتي ساعة داك شي اللي بيناتنا سالة شافو وما جاوبش غايكون شاد الطريق دابا باش يصفيها ليا ابقى في يمسكي وانا نكتبله غير كانت حك محاكا وين وهو يصيفت لي يا توحشتك قلت ليه كيفاش راهي الله مشيت ما لقيتي معا منتناقر وهو يقول اش كديري دابا قلت ليه في بيتي وانت قال لي يا في الخدمة قلت كتفل عليا وهو يقول لا علاش قلت ياك ما خدامش قال لي يا لقيت خدمة وانا نسوله فاش قال ماشي سوقك قلت ليه واخا عقل دابا بصطح فينك قال ماشي في المغرب قاوي لي كيفاز دعمة يكون مشهو خلاني قلت ليه ومشيتي هكذا بلا ما تقولها يلا فينك دابا ومعامن وهو يقول كتسولي بساف انا بوحدي دابا حتى نجي ونعود لك شنو ما تقدريش تعيشي بلا بيا قلت لي بطبيعة الحال اللا غير سولت اصلا انت حر سير فين ما بغيتي دابا غدا نعز عييت حتى المنبعد قفيت التليفون وليحتو قبل ما نشوف الجوان بصراحة تعصبت علاش يمشي وتفكرت الهدرالي قال على دوك البنات وانا نقول اللا ما يمكنش يكون دارها يكون زعمة مقصر معاشي وحدا تخيلتو درني قلبي الا ما يمكنش شديت التليفون وشعلتو بالجهد لقيتو راسلي يا ميساج كاتب لي يا فيه ليلى سعيدة صافي هادشي علاش قدر مبدل بزاف على الواقع وحليش انا محصبة شنوزح ما كان غير اصلا ما عندي علاش مغير حيث ما كان بغيهش ما كان بغيهش بالصح ما كان بغيهش اوف وانا نكتب ليه نثولك ما كان ملاش تانية وشاف الميساج محال يكون معاشي وحدة قال ثولي يا حبيبة قلت ليه عقلتي دك النهار فاش قلت لي يا رك عارف فاش قلت لي يا باللي عندك علاقات مع دوك البنات عقلتي ياك قال لي يا اه بالطبع اوف كيفاش نثوله قلت ليه واش مازالك تشوفهم قال لا قلت له بالصح وهو يقول ياك قلنا نكونوا صريحي وانا صريحة معاك علاش كتغيري عليها زي زفونة قلت لي لا تسطيتي غير لا تمشي تجيب شي همك حال وتعاديني حتى صيفت عادة فكرت شنو قلت اوي لي اشنو قلت اي عاديني مالناش كنديرو غي حساب ليه باللي بغيت ناري قلت ليه شوف بلا ما تفهم غالات وهو يقول ايدن شرحي لي قلت له زعمة اينا ضربك شيرموك واضطريت نتبر عليك بشكل وا ولا نعطيك الدم راه الأمراض كيدوزوا بالدم قلت اياك هاد شي اللي كتمنى لي ايو لا لا ايه لو قع كيف ما كدت قولي اراه انتي اللي غدا تعطيني الدم يعني الدم ديالك هو اللي غدا يدوز عندي ماشي العكس قلت شوف طلقني قاع عصبتيني دابك نهدر معاك بالصح ايلا درتي شي حاجة مع شي صفريطة ما تعرفني ما نعرفك قال كوني هان يا حبيبة ولكن بشرط قلت ها هو بده تاني كيشرط وانا نقول له يلا هقول سربي قال لي صيف طيلي صورتك عريانا انا غير قريت الميساج وانا نلوح التليفون وضربتها بجريال طوالات هاد المرة تصدمت بالصح شفت راسي في المراية معرفتش علاش قلبي كيدرب ايش هاد الأسلوب باش كيهضر واش الناس المزوجين كيهضروا هكدا حشمت حشمت بزه كنحسب اللي في يلبك يا كون غير ما جاوبتوش ارجحت البيت بشوية بحال ليلى قالس قدامي وهزيت التليفون وعيني مغمضين ماقدرتش نشوف لقيتو مكتب وار كيتسنى يمكن كتبت ليه اخر مرة تهدر معايا هكا والله حتى نبلوكيك وهو يقول علاش يا كنتي مراتي قلت ليه يحساب ليك انا بنت الزنقة جمعة راسق وباركة من تصارة قال صافي اللي بغيتي وانا نقول له حتى نجيوه تفاهمه وواحد لحاجة اخرى قلت ليه شنو تاني وهو يقول ما تبقيش تلبسي بحل دك الجين ديال آخر مرة في الزنقة حسن ليك لبسي دوك الخناشي اللي موعلفة بهو قلت ليه اولا هادوك ماشي خناشي هاداك ستايل بزاف عليك علاش ما اللبسوش قال كت جيبيه زوينا صافي بزاف عليا طفيت التليفون وحديته وانا كنت حك ما عرفتش علاش هاد الويل وخامك يحشمش كتعجبني هدرتو عمرني حسيت براتي هكده حتى فاش كنت مراهقة وانعزت وانا معنقل بخدة وكانت خيل ها هو اولي لنا زي زافونا والليتي بحالو واليوم الثلاث البارح دوزدو عادي في الضحق وناشات مع بنات عمي فاش كانت لقى بيهم كان عطيوها غير المسايب والتبرقيق ما هدرتش معاه اصلا ما تكون يكتاش ما عرفتش علاش حسن انيت انا جيت لهنا باش ما نبقاش نفكر فيه الصباح هادا الجوزوين فقط مشا كبحة الدين فبقيت لابسة البيجامة باش نعزت وتيشيرت في الحمر وشورت مكتوبة في I love you في الدار كان ناخد الحرية حيت ما كين حتش حد غريب توصن فاش كيكونوا بنات عمي حيت ديرين الحجار كانت من احتى انا نديرو في اقرب وقت فكرت نديروش حال من مرة ولكن ما بغيتش ندير هادا كديل بالعالم اللهم ما بلاش خرجت ولقيت لبنات قالسين في الجردة فقر ربيع تحت واحد شجرة ديال الليمون عيطولي وقالوا زي زافونا ايجي تشوفي واحد الهوغوس في هات الفيلم واعر خطير قلت ليهم قتلتونا بيهم انا ما كنحملش يلا بغيت بغيت نقول ما كنحملش الرجال وتفكرت راسي قلت قاري نشوف ماشي شي حاجة عادي قصير قالت بنت عمي هادا قصير راه فيه ميتر وثمانين للا وانتي كتقولي قصير قلت لهم كاين ما حسن حتى كنسمع ماما كتعيت زي زافونا زي زافونا ايجي ايجي بنتي قلت ليها بلاتي هاني جاية فينك قالت انا في البيت مشيت عندها وهي تقول ايجي بنتي توحشتك قلت ليها حتى انا توحشتك وهي تقول اعرفتي كون ما جيتيش كنت غنجي انا وامين نشوفوك قلت ليها شنو بغيت نقول لا علاش تعدبوا راسكم اصلا انتي قدوخي في الكار انا بسي انا نجيحتها لعندك قالت ما بغيانيش نصدعك قلت ايج هاد لهذرة وهي تقول بغيت نهذر معاك في واحد الموضوع شدات لي يا ايدي وولا جدية فاش ماما كتولي هكدا ديما كتقول شي حاجة ما عاجبانيش اولا شي حاجة خستني نديرها بزز قلت ليها قولي شنو وهي تقول يا زين عقلتي علي ولت طاك نادية تخرج الحمد لله وداب خدمته وداره وطمو بيلته قلت ليها مبروك وانا مالي وهي تقول اهدر مع باباك بغي خطبك وما بغيناش نقولوها ليك حتى تجيل عندنا باش ملاهيوكش على قرايتك انا فاش سمعت هادا الهضرة طاح علي يضين ما عرفتش علاش نقدر نرفض وننسى الموضوع ولكن حسيت بشي حاجة فشكال تفكرت قاعدو كل لحظات اللي عشت مع هاداك المسخوت ولي حتى حد ما خلاني نحس بدك شي اللي حسيت بيه معاه كون كان دابا حدايا كنت لاحيت عليه بحال دا كل نهار باش نقول ليه اش باغين يديرو ليه ما غي يعجبوش الحال وما غي خليهونش وشنو دابا نقول ماما انا رتزوجت بالاخباركم براجل ما كان اعرف عليه غير سميتو وما عرفتش اصلا عليش درتها قلت لا ما بغيتش نتزوج اصلا هاد الموضوع سديتو انا بغيت نقرأ وهي تقول هدروا بعدها وتعارفوا يا سين ولد مقدب وما نخافش عليك معاه واصلا انتي بعقلك تا حد ما بزز عليك تزوجي وإلى ما بغيتش تشوف فيه ما زال ما يكون غير خاطرك ولكن على الاقل اعطاه غير فرصة إلى ما عجبكش هامية انا ما عنديش محزن من بنتي واحتى باباك ركي عارفاه كي امن بالحب وعمره ما غي بزز عليك هدرتها معقولة وما خلات ليه ما نقول كنت كنفضل كن قالت ليه بزز منك باش نغضب ونمشي في حالي ولكن جاتني بالخاطر قلت ليها خلي ليه الوقت ما ما نفكر انا طالع البيتي قالت ليه بغيت يا حبيبتي طلعت البيتي وقلت اشنون ديه الدابة ما يمكنش نقولها ليه غدي تعصر داك النهار غير جبت ليه حس ردوان وكان غيشوه هني في الشارع حليت التليفون ولقيتهم سيفة مايساش قيل ليه يا صبح الخير جاوبت وكتبت له ويل توحشتك قلت هاد المرة بلا ما نحشم قال لي يا مالكي قلت ما لي وهو يقول ما عرفتش هادرتك في شكل قلت ليها علاش جاتك في شكل نتوحشك قال غير اول مرة تقوليها وانا نقوله من الدمتيني باع قال حتى انا توحشتك حبيبة وبقيت كنقول شنو دابع نقول هاليه ولا لا قلت ويل فينك قال علاش كتسوه لي قلت ليه اف واش ما بنحقيش نسوه لراجلي فين كاين وهو يقول زي ذافونا علاش طفقنا اخر مرة قلت ليه علاش وهو يقول صراحة ياك وعلاش كنحس بيك بالليه مخبيع ليش حاجة قلت باش عرفتي قال لي يا من هادرتك وانا نقوله ما غاديش تفهم قال ما غاديش نفهم الى ما قلتيش لي يلا عاودي لي قلت له حتى الى عاودي ليك ما غا تفهمش وهو يقول بارك ما تضيعي لي وقتي يحساب ليك مثالي لك راني خدام تلقينا خلاص